الجملة الرابعة انا مديري مش كل همه ان يعلمني شغلي وبس لا انا مديري بيركز معايا وبيعرف تطلعاتي وبيطور من مهاراتي عشان اترقى واصل للحاجة اللي انا عايزها علشان الناس اللي بتشتغل معاك تقوله عنك الجملة دي لازم تبقى مركز على حاجة مهمة جدا لازم تبقى عندك وصفة تبقى عندك قائد انك تسعى لتطوير الموظفين الصفة دي اللي هي او التطوير دورك انك تطور من الناس مش تعلمهم الشغله بس بتطوروا مهاراتهم عشان المهمة او المهام المطلوبة منهم تخلص وعشان تطلعاتهم المستقبلية لانه مش هيفضلوا طول العمر قاعدين معاك وبيشتغلوا تحت ايدك ممكن يترقوا ويبقى زيك او ممكن يبقى اكتر منك وده هدفك طالما انت بقيت ققائد انت مش بتتنافس معاهم او تغير منهم انت دورك انك تطلعهم لقدام ملخص الموضوع ده جملة الها جيم ويتكر او الامريكي يطلع على قمة جبل افريست اعلى قمة في العالم الراجل ده الجملة جميلة جدا في منتهى الجمال لخصت مقطة ان انا عمل او دور ان انا وصل الناس للقمة انا هترجم الجملة على طول هو قال ان اكتر واحد ساعد ناس تطلع لقمة جبل افريست اكتر من اي حد تاني وكمل كلامه قال ان انا اخد الناس عشان توصل للقمة وما كانتش هتوصل للقمة دي من غير وجودي معاهم ومن غير مساعدتي ليهم هو ده اعظم انجازاتي اعظم حتى من انا اطلع قمة جبل افريست مئة مرة لان ده دوري كقاعد ان انا اوصل للناس للقمة فما تنساش ابدا التطوير عناصر فريق